لرقاء أعلىكم البحثين شكراً دكتورة سمر السلام عليكم جميعاً لأساتذة الأفاضل طبعاً بالبداية أتمنى لكم الصحة والعافية وأتمنى كذلك أن تزيل هذه الوباء على العالم أجمع بالنسبة موضوعنا اليوم هو فلسفة التاريخ بين مهنية المؤرخ وأراء الفلاسفة طبعاً شكر موصول للدكتور على صاحب العنوان حقيقة وأنا اشتركت فيه في مدخل من مداخل الفلسفة وهو مدخل إلى فلسفة التاريخ طبعاً كما تعلمون زملائي الأفاضل فلسفة التاريخ موضوع واسع وشائك وأيضاً فيه كثير من النظريات والأفكار ودائماً يشكون بعض الطلبة في أقسام الآداب إن كان في بغداد وبقية الجامعات العراقية من فلسفة التاريخ لأنه يعني فيه أكثر عمق فكري وفلسفي فهناك كثير من الدراسات طلعت عليها إضافة إلى الكتب لكن في هذه الورشة البسيطة نحاول أن نبسط الأمور ما بين التاريخ والفلسفة وبين المؤرخ والفيلسوف وبين فلسفة التاريخ والتاريخ ويعني بشكل مبسط لكي نخرج بحصيلة من المعلومات بالنسبة للفلسفة طبعاً اللي كلكم حضراتكم تعرفون إنه الفلسفة والتاريخ هو تسير في طريق واحد كما يقال يعني الفلسفة هي تبحث عن الحقيقة وكذلك التاريخ في نفس الحال الفلسفة كلمة يونانية قديمة هي حب الحكمة وكذلك التاريخ هو أيضاً من لما ندرس ونرجع إلى أصل التاريخ أيضاً أصلها كلمة يونانية الفلسفة كلمة يونانية قديمة هي حب الحكمة، إدراك حقائق الموجودات وأحكامها، محاولة لفهم الحياة والذات البحث عن الحقيقة وهو كذلك التاريخ إذن هما يسيران في خط واحد بالنسبة للفلسفة هو علم كل شيء ينظر فيه البحث عن ما هي الأشياء وهو أم العلوم وصناعة الصناعات وأشهر الفلسفة طبعاً معروفة وسطرات بالقرن الرابع قبل الميلاد الفلسفة تعتمد على تشكيل الأفكار وتركيبه أما بالنسبة للتاريخ هو مثل ما معروف لحضراتكم هو علم له أصوله، قواعده، مناهجه فيه عرض أحوال الأمم الماضية وسجل الحوادث والوقاع وهو علم من أهم العلوم الإنسانية ينظر في الأحداث ويحللها ويقارن بينها وأيضاً هو علم وقاع مادية تعرف بأحوال الناس المادية وأفعالها وقاع من الطبيعة النفسية مثل الأفكار والدواثع وأصل الكلمة يونانية استوريا وعند الرومان استوري علم التاريخ هو علم استدلالي من الجزء إلى الكل فالعامل الأساس لفهم التاريخ يتعلق الأمر بالإنسان والمجتمع نحاول في هذه الورايقات أن نعرف ما هي صفة الفيلسوف وهنا أقصد الفيلسوف التاريخ كيف تكون صفاته وكيف يكون صفاته مؤرخ وعندما يجتمع الفيلسوف مع المؤرخ نستطيع أن نقول أنه فلسفة التاريخ عندما تجتمع بين الفلسفة والتاريخ تكون لها نتائج يعني صورة كاملة لهذا العلم بالنسبة لصفات الفيلسوف الفيلسوف هو الذي يجمع المعلومات ويسجلها والتحقق من صحتها بموضوعية يفحصها ويعللها ويفسرها مبتدئاً بالحدث الجزئي الذي لا يتوقف عندها بل يهتم أكثر بمحاولة فهم مسار الأحداث التاريخية الإنسانية ككل شاملة إذن الفيلسوف أو يعني الفيلسوف التاريخ هو الذي يفسر مجمل أحداث التاريخ واستخراج القواعد العامة التي يسير عليها التاريخ الإنساني الفيلسوف يعمل على الماضي والحاضر والمستقبل والذي يتساءل كيف ولدت الحرارات وكيف انهارت إذن الفيلسوف يدرس كل الماثل في جزئياته بمنهج عقلي يستند على النظر الكلي فبشكل عام دائماً الفيلسوف يمين إلى كتابات وتحليلات إلى التجريد أي بمعنى يبتعد عن علم الواقع لذا وجب أن يأخذ الفيلسوف بفلسفة التاريخ لكي يكون واقعي أكثر واقعية هناك صفات مشتركة طبعاً بين الفيلسوف والمؤرخ الأثنان هما يمتلكان الصبر والشجاع والابتعاد عن الغموم والاستعداد للقبول بالحقيقة النسبية إذن نستنتج من هذا الكلام إن التاريخ والفلسفة يسيران في اتجاه واحد المؤرخ والفيلسوف هما شخصية واحدة لا يمكن التفريق منها وهذا يعني أستطيع أن أقول يعني لا أتزمه لكن أقول رأيي الشخصية العلوم القديمة كلها كانت متراكبة لكن بتطور العلوم وتقدمها يعني أصبحت العلوم منفصلة عن أجزائها على سبيل المثال الطبوة صيدة على سبيل المثال فكانت موحدة الفلسفة والتاريخ على سبيل المثال أيضا كذلك الفيزياء والكيمياء لكن بتطور العلوم تطور هذه العلوم عند الإنسان انفصلت عن هذه الجزائيات فأصبح علم قائم لوحدة لكن لا يمكن للمؤرخ أن يبتعد عن الفلسفة وإلا تكون كتاباته ناقصة وغير مكتملة فيمكن القول أن فيلسوف التاريخ يتوجه إلى الحاضر والمستقبل انطلاقا من الماضي بطريقة أشبه ما تكون بالفن يحتاج إلى العقل المنى والخيال الخصوص أما بالنسبة للمؤرخ وهو معروف لحضراتكم صفات المؤرخ ولكن ظهرت لكي تكون هناك مقارنة بين الفلسفة والتاريخ المؤرخ هو الذي يقدم التاريخ بصورة مشوقة جذابة للعقل وباعثة للوعي هو بحاجة إلى الفلسفة ما ممكن أن يستغني عن الفلسفة والدليل على ذلك أغلب الأساتذة والدارسين والباحثين عندما تخرجوا من مرحلة الدكتوراه يكتبون على الأطروحة أنه فلسفة التاريخ حصل على درجة الدكتوراه بفلسفة التاريخ فما ممكن أن نبتعد عن الفلسفة بل هي شيء مركب مع التاريخ لأنه مكمل لعمل الفلسفة والنظرة الفلسفية للتاريخ المؤرخ الذي يركز على أحداث الماضي وينشغل بين العلة والمعلوم الذي يوصف الأحداث ويسردها مثل تاريخ الحضارات ويستفاد في عمل النظرة الفلسفية الشاملة للفلسفة فالمؤرخ الحقيقي عندنا وهناك مؤرخ تقليدي المؤرخ الحقيقي الذي يمتلك العقلية الفلسفية ويستطيع أن ينظر للأشياء بشكلها الكامل وليست جزئي نعم هو يبحث عن الجزئيات ليصل إلى الحقيقة لكن يجب أن تكون نظرة الشمولية بنظرة الفلسفة فالمؤرخ يجمع الوثائق وينقدها بفحصها ثم يفسر المعلومات التي يحتاج إلى سعة الخيال دون الخروج عن الحقيقة إذن المؤرخ يتوجه إلى الماضي بطريقة أقرب إلى مفهوم العلم الذي يحتاج إلى العقل المتحفظ والمتوازن فالمؤرخ الحقيقي هو الذي يعتمد منهج فلسفة التاريخ في الكتابات التاريخية أما المؤرخ التقليدي أما المؤرخ التقليدي فقد ينجر بميوله وعواطفه ومعتقداته الخاصة عند كتابة التاريخ لذا لا يمكن أن ما اعتبره هو مؤرخ حقيقة وإنما مؤرخ التقليدي لم يأخذ بالفلسفة الشيء الكثير بالنسبة إلى فلسفة التاريخ وهو أهم جزء اللي نحن اليوم نحاول أن نتحاول فيه هو أحد أقسام وعليكم سلام أهلاً دكتور عبد هو أحد أقسام الفلسفة التي تهتم بدراسة التاريخ من منظور فلسفي إذن تأسست فلسفة التاريخ من علم التاريخ وعلم الكلام فالفلسفة التاريخ هي فلسفة تأملية لتفسير التاريخ فكل وأعطاءها عمقاً وقيمة وهي الفحص النفذ لمنهج المؤرخ ويقصد أيضاً بها هو تتبع سير العقل البشري والبحث عن معالم النتاج الإنساني وتحليل الأسباب التي أدت إلى الأحداث ونقلها بمعنى الدعوة لدراسة التاريخ من خلال منظور فلسفي عقلاني مستقل يستند إلى النقد والتحليل للروايات التاريخية من أجل تنقيتها من الخرافات والأساطير والمبالغات فما ممكن أنه المؤرخ يكون مؤرخ حقيقي إذا لم يأخذ بفلسفة التاريخ ويقول هنا مثل للفيلسوف الإيطالي كل مؤرخ هو فيلسوف لذا يجب على كل مؤرخ أن يكون فيلسوفاً ليكون قادر على كتابة التاريخ فهناك بعض الآراء أنه المغادة لهذا الشيء أنه المؤرخ ما ممكن أن يكون فيلسوف فالفلسفة هو علم منفصل وهذا غير صحيح والدليل هناك كثير من الأدنى وسنأتي عليه بالتفصيل لذا أن المؤرخ عندما يضيف رأياً ويحلل فهو يقترب من صفة الفيلسوف فكيف أن يكون المؤرخ هو ليس بفيلسوف فبعض الأحيان يوصفون ابن خلدون يقولون ابن خلدون مؤرخ الفيلسوف وبعد آخرين الكتاب يقولون الفيلسوف المؤرخ فإذن هو مؤرخ وفيلسوف وفيلسوف مؤرخ لا انفصال بينهما لذا أن المؤرخ عندما يضيف رأياً سيخترب من الفلسفة تهدف فلسفة التاريخ إلى الكشف عن حقيقة الأحداث التي حصلت في الماضي بالاعتماد على المنهج الاستقرائي والتجريبي لفحص الوقاع والأحداث التاريخي لذا أن فلسفة التاريخ تخدم المؤرخ بأنها تختزل العرى للجزيرة للحوادق كي يفسر تاريخ العالم على ضوءها وهي من العلوم الكلية للجزيرة فلسفة التاريخ هي معادلة تشمل الاجتماع الفلسفة السياسة التاريخ فهي توظف العقل عند تحليل الروايات التي وثقت الأحداث التاريخية وفق منهج النقد البناء للوصول إلى الحقيقة لا ننسى أنه المؤرخ يحتاج إلى فلسفة التاريخ السبب أنه فلسفة التاريخ تغطي الثغرات المؤرخ في بعض الأحيان هناك ثغرات تصيب أثناء الكتابة هنا وهناك لكن فلسفة التاريخية تسد الفجوات التاريخية بتصور شغولي عندما يصعب تفسيرها واقعيا من خلال تحليل المنصوص التاريخية وجعل الروايات ذات معنى بل إنها تعوض قصور الفلسفة لأن الفيلسوف غالبا ما يحلق في عالم المجردات وهذا متفق عنه دائما الفيلسوف عندما يتحدث ويغوص في الكلام يفتعد شيئا شيئا عن الواقع عكس المؤرخ يكون دائما كلامه واقعي ويستفاد من فلسفة التاريخ وهي لم توجد لتعوض عن الفلسفة أو عن التاريخ بل لتلبية حاجة فكرية مهمة يحتاج الإنسان إليها يلجأ إلى الماضي ليستوحيها لذلك فهي صلة وثيقة بالفلسفة تبحث في الدين والثن والسياسة والعيوم لأن فلسفة التاريخية جزء من الفلسفة وهي حتميا تتجه نحو التنظير أكثر من التطبيق في نهاية الحديث إن هدف فلسفة التاريخ هو لمعرفة الأحداث وأسبابها وتسجيلها وتعليلها لتلاف الأخطاء في المستقبل إذن هو يتعطينا العبر لهذه الأحداث وتكون لنا خارطة لتفاديها في المستقبل سوف أخذ بعض النظريات بشكل عام أعتقد دكتور علاء يكون يعني يأخذها بشكل تفصيلي أكثر لكن يعني بس أعرض عليكم بشكل بسيط ويعني قصير بالنسبة لابن خلدون طبعا هو خلي يعني هنا يمكن أعبر عنه هو أول فلسفة التاريخ يعني هذا تعبير مجازي لكن يعني هو صاحب الفضل الكبير في فلسفة التاريخ خاصة في عصرة في القرن الرابع عشر الليلادي وطبعا للعلم أنه هو هذا الرجل يعني كان صاحب عصرة لكن يعني بعد قرون اكتشف أنه هو من أعلام فلسفة التاريخ بعد أربعة قرون يعني بعد أربعمائة سنة خاصة بعد حملة نابليون تم يعني اكتشاف كتاباته وتم استنساخها وتداولها في العالم الغربي يعني لم يكن معروف ابن خلدون كثيرا بعد فترته بسبب الأحداث الإنسان والحروب فبعد أربعمائة عام اعترفوا الفلاسفة والمؤرخين الأوروبيين بعظمة ابن خلدون خاصة في كتابه المقدمة وكتابه العبر وكتاب العبر طبعا حتى كتاب العبر هو عنوانه يعني فلسفي العبر ويستطيع أن يكتب التاريخ يعني يكتب بالعنوان يكتب تاريخ لكن العبر هو عبارة عن يعني كطريق سفر من الماضي إلى الحاضر حتى عنوانه هو فلسفي إضافة إلى أنه يعني العنوان يكون فيه من المعاني للعبر والاتعار من التاريخ فابن خلدون هو فيلسوف التاريخ وسميه البعض مؤرخ فلسفي جمع أربعة علوم الفلسفة والتاريخ والاجتماع والسياسة وصف التاريخ بأنه خبر عن العمران البشري وله طبعا نظرية الدورية التعاقبية العمران استند فيها للعقل والتجربة فقد وصفت دول والحضارات مثل الكائن كيف أنه يبدي صغير ومن ثم يصبح يافع وشار وكهل ومن ثم يموت هذه كانت نظرية المشورة التي يحكمها قانون السببية من حيث النشو والانهيار وهي خمسة أطوار البداوة تحضر القنوع المسالم والترف والإصراف والتدهور والانهيار وعلم العمران هو مجتمع إنساني منظم يقوم على خمس محاور الثقافة البداية الدولة المدنية الحياة الاقتصادية العلوم يقول عن فلسفة التاريخ هي طبائع العمران والتطور الاجتماعي البشر طبعا بشكل مختصر أهم المؤرخين والخلاسة الغربيين مثلا فيغو الإيطالي بالقرن الثامن عشر من مؤسسي فلسفة التاريخ له نظرية دورة التاريخ لكن من أول شخص حددها بمصطلح فلسفة التاريخ هو أكدت المصادر فولتير الفرنسي أيضا في نفس القرن فأطلق أول عبارة فلسفة التاريخ وله نظرية التقدم أما بالقرن التاسع عشر هيغل وماركس طبعا هيغل الألماني نظرية العقل يعني هو من كتب عن مدخل لفلسفة التاريخ وركز على التفسير الميتافيزيقي بالتاريخ أي بمعنى ما بعد ما وراء الطبيعة وماركس الألماني بالقرن التاسع عشر أيضا التفسير الاقتصادي معروف للتاريخ شبيلينغر الألماني بالقرن العشرين التفسير البيولوجي تفسيرا عضويا للتاريخ وأخيرا هو توينبق الإنجليزي اللي نظرية المعروفة بالقرن العشرين نظرية الاستجابة والتحدي لتفسير التاريخ أعتقد وقتي انتهى دكتورة سمر شكرا لحسن الإصداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة سمر دكتور مار بس وعدك مع الكاميرا انت ودكتور على بجأة أخذكم صورة أوكي أوكي لحظة لحظة أتمنى إن شاء الله يكون لحظات أصورة بس لحظات المحور اللي تحدثت بممتع وشيط لكم أتمنى لكم توفقت بهذه المعلومات البسيطة الدكتور على أكيد لحيطي بتفصيلات أكثر خاصة للعلماء الغربيين من ثلاثفة ومؤرخين في النظريات فلسفة التالية فضل دكتور على شكرا جزيلا دكتور مار وشكرا للأخوات الأخوة الحضور بصراحة هو الموضوع يعني موضوع كبير وموضوع مهم جدا وخصوصا أنه يعني الحمد لله وشكراني يمكن هي هاي الصدمة اللي صدمت بها بآداب المستنصرية بمجلس الكلية استطاعت ممكن من خلالها أنه يعني أبني بحث بهذا المجال وهذا البحث إن شاء الله مثل ما قلت أنا قبل فترة تحدثت عن الموضوع وقلت سيارة النور قريبا هي يعني ملاحظة مهمة والتفاتة مهمة ومحاولة لفت أنظار المؤرخين في طبيعة مهنتهم حدود مهنتهم أهمية مهنتهم في عالم الآن يسمى عالم ما بعد الحداثة حتى علماء اللغة والمتخصصين بالاخصاصات الإنسانية الأخرى بيحاولون دائما يبحثون ويحاولون يتواصلون ويجدون نظريات وطرق جديدة لبحوثهم لدراساتهم لتخصصاتهم من أجل مواكبة التطور اللي دي يحدث على مستوى العالم إحنا اللي مع الأسف ما أدراني اللي أشوفه أنه إحنا المؤرخين هذا الصراع والتنفس الحميم بين العلوم والحدود فيما بينهم بعيدين عنهم ملتهين ربما بقضايا إلها علاقة بداخل الاختصاص يعني كتخصصات تخصص عام وتخصصات فرعية وقضايا أخرى وبعيدين كل البعد عن موضوع حدود مهنتنا حدود فلسفة التاريخ أو من حق المؤرخ كاني ممكن تسألت مجموعة من التساؤلات اللي لا بأس أنه أعرضها مرة أخرى وممكن يعني أتحدث عن الموضوع بشكل قد يكون شوية يختلف بين المحاضرة اللي تحدثت بيها سابقا لأنه كنا نتحدث لطلبة كيف أن كانت موجهة للطلبة والآن محاضرتنا موجهة ربما لأخوة وزملاء أعزاء كمحاولة للحوار بيننا وبينهم حول هذا الموضوع حقيقة أنا أشوف أن الموضوع ينتوقف عد حدود نقاط مهمة ومعينة هاي النقاط تحتاج البحث والتأمل اللي هي ربما أكو زوايا أساسية لبداية هذا الموضوع أو ربما لتتبع هذا الموضوع وحدة من الزوايا أنه هذا استمرار الجدل حول علمي هل التاريخ علم هل التاريخ لون من ألوان الأداب الإنسانية هل التاريخ يعني لاهوت جزء من اللهوت هل التاريخ جزء من الفلسفة والمعرفة الفلسفية هاي القضايا هذا عدم الاستقرار جانب مهم وهذا الجانب المهم يتحمل الجانب الأكبر من عند المؤرخين اللي لازم يبحثون عن حدود عملهم هذا الإشكالية وهذه الجدلية اللي لم يغلق الحوار بها إلى الآن مقارنة بالعلوم الأخرى حتى العلوم المجاورة للتاريخ العلوم الاجتماعي الأخرى ربما تنعكس على قضية أخرى مرتبطة بها اللي هي طبيعة ما هي طبيعة عمل المؤرخ وما هي حدود المعرفة التاريخية هنا أنا أيضا سؤال كبير وكبير جدا كيف للمؤرخين أن يتصوروا حدود معينة لطبيعة المعرفة التاريخية أو لمهنتهم إذا نروح إلى علم التاريخ نفسه مع بداياته ربما إذا نذهب باتجاه رانكة أو يعني مؤسس منهجية البحث التاريخي اللي هو رانكة رانكة بحكم أنه أكثر الناس كانوا يتطفلون على التاريخ ويكتبون بالتاريخ هما الفلاسفة وكان وجهتنا بارا واعتقاده أنه دول الفلاسفة دي يأخذون التاريخ من مفهوميا أساسيا اللي يسميهم عبدالله العروي الزمكانية الزمان والمكان فيعتقد أنه الفلاسفة دي يضيعون التاريخ ودي يشوهون حقائق التاريخ من خلال بحثهم عن العموميات وعن الخطوط العامة اللي يتحرك التاريخ واللي تحكم مصر حركة التاريخ الإنساني فلذلك هذا الموضوع دفعه باتجاه أنه يكون صارم جداً باتجاه نقطة معينة اللي هي التفلسف بالتاريخ أو ربما بتعبير آخر تفسير التاريخ فلذلك منهجيتها كانت منصبة اللي هي طبعاً ظهرت في القرن في الربع الأول أن القرن الثامن عشر بتحديداً في كتابة اللي يألفه في عام 1824 كانت هذه المنهجية منصبة حول نقطة أنه المؤرخ عليه أنه يكتب التاريخ وفقاً لما يتوفر عن هذا الموضوع أو هاي الجزئية أو هاي الحادثة التاريخية من وقائع من مصادر من وثائق يبقى بإطار حدود هذا اللي موجود عنها من بيانات ما من حق المؤرخ يحكي ذات كإنسان كشخص ويطرح أو يحاول أن يمرر وجهة نظرة الشخصية عن الموضوع علي أن يقتصر عند حدود المصادر لكن هاي القضية مع الوقت بدأت تواجه مشاكل كبيرة وتساؤلات كبيرة منها مثلاً أنه أنت أوكي أنا إذا يعني أعتمد ما موجود عدي من مصادر ورح يدخل عامل الصدفة هنا أنا يعني قد يكون أنا دا أكتب بموضوع معين وهذا الموضوع عندي عليه مجموعة مصادر وإذا أنا ماشي باتجاه معين وقد يكون قبل نهاية الموضوع وقبل نهاية عملي البحث في هذا الموضوع ربما أعثر على مصادر جديدة عن الموضوع تأخذ الموضوع بمسار آخر تطيني وجهة نظر أخرى عن الموضوع هذا جانب قصور آخر شخصوه على هذا الخط اللي هو خط الرانكي والتاريخ الرانكي اللي يبتعد عن التفسير ويقتصر على فقط الوصف وعرض الحقائق كما هي في أنه اختصاره على جانب السياسي لأن أنت تحدث عن وثائق الوثائق أنت اليوم تريد تتناول تاريخ اجتماعي تاريخ اقتصادي تاريخ ثقافي فكري هنا أنا ما عندك وثائق أدلة دامغة يعني مثل ما عندك مثلا وثائق الخارجية الأمريكية أنت جاي تكتب عن موضوع سياسي وعلاقات دولية بين بلدين معينين لا هنا أنا عندك أنت وثيقة ودليل دامغ لكن من تتحدث عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ربما والتاريخ الفكري تاريخ المجتمعات العامة اللي يسمونه التاريخ من الأسفل أكوجة نظر لمجموعة من المؤرخين والباحثين تتناول هذا الموضوع من زاوية يسموها زاوية التاريخ من الأسفل يعني تاريخ المجتمعات البشرية ومن أبرز ربما الكتاب بهذا الموضوع الحاليا المعاصرين أو الباحثين المعاصرين باحث هندي معروف أعتقد اسمه مع الأسف يعني ما يحضرني اسمه بباباب لكن وجهة نظره بالتاريخ أنه أنت مثال كتاريخ شعوب آسيا اللي هي يسموها الشعوب التي لا تاريخ لها شون ندرسها شعوب آسيا الثاني ودكتورة كفاح ندرس مادة جنوب وجنوب شرق آسيا ندرس الفيتنام، كامبوديا، لاوس، الفلبين مجموعة من بلدان العالم اللي ندرسها من خلال شنو؟ من خلال الاستعمار الغربي الأوروبي لهاي المناطق ندرسها من خلال شنو؟ كتابات الأوروبيين المحتلين والوثائق خارجياتهم وثائق دولهم عن هذه المناطق الفكرة وين؟ الفكرة أنه هذا المجتمع اللي كان عايش وجهة نظره عن هاي الأمور والأحداث ثقافة هذا المجتمع، أدب هذا المجتمع، اقتصاد هذا المجتمع كيف كان عايش هاي المجتمع في هذه الظروف أو في تلك المراحل ما عدنا عن شيء وربما المصادر تقف ساكتة عن هذا الموضوع لأنها هي فقط تعبر عن وجهة نظر الدول المحتلة فلذلك هنا هاي إشكاليتين شخصت على التاريخ اللي يحاول قدر الإمكان يبتعد عن التفلسف أو التفسير تفسير الأحداث أو دخول ذات المؤرخ على الموضوع طبعا هاي القضية بالنصف الثاني من القرن الثامن التاسع عشر أثارت جدل كبير جدا وواسع في فرنسا والحمد لله والشكر يمكن أن يقللنا هذا الجدل المغاربة العرب اللي منهم محمد حبيد المغربي عبدالله العروي، الهادي التيمومي من تونس مجموعة من الباحثين العرب اللي المغاربة طبعا ليش لأنه يتحدثون اللغة الفرنسية وهاي نعمة بالنسبة لهم مقارنة بقرانهم من الباحثين العرب اللي منضمنهم إحنا العراقيين لكن اللي نقلوننا ياه واللي فهمناه أنه هذا الموضوع كان محط جدل كبير أثار إشكاليات كبيرة خصوصا من أنه التاريخ اللي طلع من الفلسفة في مطلع القرن التاسع عشر أو في الربع الأول من قرن التاسع عشر بعد ما تحدثنا عن التاريخ الرانكي اللي وجد رانكا وزمولاء الألمان في فرنسا ظهر عندنا جدل جديد هو أنه بدت تظهر عندنا علوم أخرى في النصف الثاني من هذا القرن بدت تظهر عندنا علم الاجتماع، الأنثرة وبولوجيا اللي كانت كلها جزء من التاريخ في يوم من الأيام كانت جزء من التاريخ هاي العلوم بدت تظهر علوم قائمة بذاتها لا بل هاي العلوم اتطورت وأخذت شهادة وهوية أنه تكون علوم ليش؟ لأنه عندها نقاط أساسية أو عندها منهجيات ثابتة منهجيات ممكن تتحقق منها مثل موضوع الاستبيان والاستبيانة والاستبانة والمشاهدة والمعايشة خصوصا أنه هي تحدث عن مجتمعات معاصرة موجودة في المرحلة اللي يدرسها الباحث عكس علم التاريخ اللي بقى دائما هو يبحث عن أو يدرس في موضوع المجتمعات الأخرى اللي ندرس كأن يكون مجتمعات في السابق فلذلك عنصر الوصول أو عامل الوصول إلى الحقيقة مية بالمية حتى نقول التاريخ علم هذا ما موجود بالتاريخ ومن الصعب تحقيقة بالتاريخ ربما احنا نقترب من الحقيقة والمؤرخ كل ما يقترب من الحقيقة أكثر كل ما ربما يكون ما يصدر عنه من بحوث من نتاجات ما حط ثقة وما حط اعتزاز وتقدير بين الباحثين الآخرين وبين قراءة لكن هاي النقطة الحصول أو الوصول إلى الحقيقة بشكل مطلق كما في العلوم الأخرى موضوع مو سهل بالتاريخ كما مثلا إذا رد روح العلم وننطي مثال مثلا اللي هو H2SO4 حامض الكبريتيك H2 ذرتين هيدروجين S ذرة كبريت أربع ذرات أكسجين تطينا حامض الكبريتيك هس بعد ألف سنة بعد 2000 سنة أربعة آلاف سنة نفس النتيجة كذلك ممكن إذا روح الرياضيات أي قاعدة رياضية أبسط قاعدة رياضية واحد زايد واحد يساوي اثنين هاي نتيجة حقيقة علمية ثابتة من الصعب أو قد يكون نكرانها شيء صعب يعني منها المئات وآلاف السنين هي النتيجة واحدة لكن بالتاريخ هذا المفهوم غير موجود بالتاريخ أنت تبحث دائما للوصول إلى الحقيقة لكن هاي الحقيقة إش قد تقترب من عندها؟ هنانا القضية الأساسية هنانا دخل موضوع التشابك بين التاريخ والفلسفة المؤرخ يبحث عن الحقيقة الفيلسوف يبحث عن الحقيقة الفيلسوف يستخدم الجوانب العقلية 100% تقريبا يعني أسئلته الفلسفية موضوع المنطق والعقل يعتمدها لذلك اسلوبه يسمونه التجريدي المؤرخ هو قاعد مشكلة كبيرة هنا بين قضية كونه مؤرخ علي أن يتعامل مع الأحداث الجزئية وفق مفهومين يسمهم الزمان والمكان ويتبع حقيقة ما جرى بعيدا عن أهواء أو رغبات الشخصية وبين قضية أنه أحيانا تكون مصادرة قاصرة عن هذا الموضوع الفيلسوف مطلقة إيدة بهذا المجال من حقه يتصرف كيف وما شاء لي أنه الفلسفة تعتمد الجانب التجريدي عكس التاريخ اللي يطمح أن يوصل إلى صفة العلم ويعتمد الجانب اللي هو الجانب التجريبي ولذلك موضوع التجريب وموضوع الاقتراب من العلمية هنا أصبحت حصرة المؤرخ بزاوية محددة هاي الزاوية المحددة هي زاوية منهج البحث التاريخي كوصول وقواعد يمشي عليها المؤرخ هذا جانب لكن هل هذا كافي؟ أنا قديري الشخصي هذا غير كافي ليش؟ لأنه إحنا عندنا الآن مئات أو ربما آلاف من الكتابات اللي كتبها المؤرخين يمكن يتفق الزملاء وياهم قسم منها مع الأسف ربما لا تحقق حتى الهدف يعني أنت من تروح تسأل مو بس الباحث يجيبه هو ومشرف فتقول لهم هذا اللي تو أنتو هاي الكتابة بهذا الموضوع شنو هدفه؟ شنو المغزى من عندهم؟ شنو اللي حققتوه من النتائج؟ شنو اللي توصلتو له من النتائج؟ يمكن أعتقد أنا أكاد أجزم بأنه عدد كبير من الباحثين مع مشرفيهم أحيانا مجرد هو بحث عن موضوع من أجل ملء فراغ ونجيبه ونقول هو تأتي الدراسة لملء جزء أو ملء فراغ معين بالمكتبة العربية حول الموضوع المعين لكن من يقرأ هذا الموضوع؟ المشكلة هنا كبيرة جدا تشوف أنه أنت أحيانا أنت كقارئ تستهويك كتابات الباحث بالاجتماع تستهويك كتابات الفلاسفة ليش؟ لأن تطيك ربما نتائج توصلك إلى نقاط معينة ما يكتب المؤرخين هو مجرد وصف لأحداث وفي أحيان كثيرة هو نقل من مصادر هو يعادة تبويب الموضوع وطرحه لكن هذا تبويب الموضوع وطرحه الحد هنا هو مو عيب لكن العيب لما نحن نبقى أسرى هاي المصادر وننقل المادة كما هي الواجب الأساسي والأهم بالنسبة للمؤرخ أنه تدخل منه يدخل عقليته وذهنيته وطريقة عرضه للموضوع وطريقة تناول للموضوع ويسد الثغرات اللي سكتت عنها المصادر أو ربما ما عالجتها مهما كانت الوثائق ما تنطينا التاريخ كامل ترسمينا صورة كاملة عن التاريخ لا بد أن تكون هناك الثغرات يسدها المؤرخ من خلال ذاتها من خلال ذهنيتها من خلال طريقة تنفكيرها من خلال عملياتها الرياضية والفكرية اللي يمارسها على المادة التاريخية اللي بين يده في مراحل يعني مرحلة نقد المصادر ومرحلة ربما نقد المادة الأولية ومرحلة ربط المصادر واستخلاص وجهات النظر من الكتاب اللي سبقوا بهذا الموضوع وربما تحليل وجهات نظرهم ودافع اللي كانت وراء وجهات نظرهم وهذا المجال طبعا مجال كبير جدا ربما نهاية المقدمة يعني قاب بالله ادخلوا بموضوعي يمكناني وقتي خلص ما أعرف دكتور سمر إذا رجعت أو بعدها ما رجعت أنا راح أستمر قد يكون عندي هيتش ثلاث أربع ملاحظات كاتبهن وإذا بعدهم إذا تحبون أدخل بالموضوع استمر استمر دكتور يعني عندك وقت استمر زين الموضوع الآخر اللي اتحدثنا عنه اللي هو قلنا مثل ما قلنا منهجية البحث التاريخي قلنا هذا يجرنا إلى حدود المعرفة التاريخية لازم تحدد حدودا للمعرفة التاريخية وهذا واجب دور المؤرخين عليهم أن ما يتوقع هذا الموضوع ويتوقعون أنه هذا اليوم أنا أقول مهنتي مؤرخ وين حدود مهنتي أنا من حقية فلسفة وأحتي قبل شوي دكتور ماهر تحدث عن نقطة اللي إحنا نقول دائما نمنح دكتوراه في فلسفة التاريخ دكتوراه في فلسفة التاريخ أوكي إحنا نمنح دكتوراه في فلسفة التاريخ شي سمونا هاي الفلسفة هل هي فلسفة التاريخ وفقا لوجهة نظر الفلسفة أم هي فلسفة التاريخ كفلسفة علم هنانا رح ندخل في جزئيات أخرى يعني كل العلوم إلها فلسفة خاصة بيها منذلك احنا من نقول من احنا الشخص اللي حاصر على شهادة معينة دكتوراه في فلسفة التاريخ هنانا دا نتحدث عن فلسفة العلم أو فلسفة انتماء لهذا العلم ودفاعه عن هذا العلم وحدود مهنة هذا العلم ودوره وعطائه والمحافظة عليك يعلم قائم بين العلوم لوك خلص مثل ما نتفقوا يا هواي ناس يكون ناس الآن يقول ماكوا داعي بعد حتى هاي المعرفة التاريخية باب لازم نسد لأس مجلبة غير المشاكل والصراعات والمشاحنات والطائفيات وغيرها فلذلك احنا نتفقوا يا دولة لو احنا وين نريد الروح لو بس نريد نأخذ الشهادة حتى نقول احنا ساتلة بالجامعات واحنا مهنتنا اللي هو استاد جامعي في أحيان معينة يمكن يتفقوا يا عدد كبير من أخواني وزملائي انه انت حتى تستح تقول قسم التاريخ في أحيان معينة اوكي يا استاد بالجامع وتسكت من واحد يسئلك تحس شوية بدونية من تقول قسم التاريخ هاي موجودة هاي الدنيا الى متى رح تبقى رح نحاول نتلمس حدود لعلميتنا واللي علمنا واللي تخصصنا ولمهنتنا ونبحث عنها ونقعدها كقواعد ثابتة وحدود ثابتة بيننا وبين العلوم الأخرى اللي تتحاول تنقض على التاريخ وتاخذ دور المؤرخ لو لا والله فقط نخلي راسنا مثل ما يقول بالرمال وننهي الموضوع وننهي الجدل وإحنا مجرد حصنا على شهادة وأصبحنا أساتلة ربما في جامعات ومنها البابا التفاصيل هاي الجانب الآخر اللي اللي أريد أن أصل له هو موضوع موضوع بين الفلسفة من حيث المفهوم العام المجرد من الفلسفة قبل شوي أيضا دكتور مهر تحدث عن نقطة أساسية ومهمة هي موضوع فلسفة التاريخ يعني كمفهوم عام الآن إحنا العفو قبل شوي دكتور مهر قال موضوع الفلسفة التاملية العفو أساتل بس ثواني بس أكتب السيد العميد دا يدفع علي العفو فأيضا دكتور مهر أثار وشار النقطة مهمة ومعينة شارلها ومر عليها مرور الكرام هي الفلسفة التاملية للتاريخ دكتور مهر وزملائي ما أعرف أنا عندي وجهة نظر بهذا الموضوع إحنا اللي نقوم بي مو الفلسفة التاملية للتاريخ الفلسفة التاملية للتاريخ ربما المؤرخ المحترف اللي على على مكانة عالية وعلى سمعة عالية وإلى موقع عالي ومميز بين المؤرخين قد يكون يخوض في هذا المجال لكن إحنا كمؤرخين ندخل في إطار عملنا يدخل في إطار وفي حدود الفلسفة التحليلية للتاريخ كيفية تحليل أحداث التاريخ والوصول ورابطها والوصول إلى نتائج معينة ومهمة في هذا الموضوع وفي هذا المجال لذلك الفلسفة التاملية شيء والفلسفة التحليلية للتاريخ شيء آخر إحنا حدود علاقتنا بالموضوع هو الفلسفة التحليلية بالتاريخ وهنا أنا أريد أرخذكم إلى نقطة من ما كتب أو ربما من وجهة نظر أستاذنا الدكتور محمود العفو دكتور مرتضى النقيب في هذا المجال الله يرحمه دكتور مرتضى النقيب في هذا المجال يرى أو يعرف فلسفة التاريخ بأنها تعني النظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية من أجل المعرفة العوامل الأساسية التي تتحكم بها وربما ينتهي هنا التعريف بالنسبة للمؤرخين هذا الكلام اللي أنا أقوله واللي أشوفه بالنسبة لعمل المؤرخين أو فلسفة التاريخ يعني أقصد المؤرخ اللي يكتب في مجال فلسفة التاريخ عند النظر للموضوع من زاوية الاحتراف للمهنة فقط لكنه يضيف إلى تعريفه وهنا المقصود دكتور مرتبى النقيب والعمل على استنباط القوانين العامة والثابتة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على مر القرون والأجيال ويرى إن تعريفه بما يحتويه من ثنائية ينطوي على مفهوم عام لفلسفة التاريخ هنا هذه الثنائية هي تمثل المفهوم العام لفلسفة التاريخ لكن يجب التمييز بين فلسفة التاريخ التي تعني من الناحية المنهجية الفلسفة التحليلية للتاريخ أو الفلسفة النقدية للتاريخ وفقاً لطبعاً باحث مشهور اسمه عفت الشرقاوي ويحدد اهتمامها بدراسة وتحليل مناهج البحث التاريخي عند المؤرخ وأدواته العقلية من وجهة النظر الفلسفية في الممارسة النقدية إلى التحليل التاريخي وربما يشترك الفلسفة مع المؤرخين في حالة قيامهم بدراسة ما أنجزه ذلك المؤرخ لكن في إطار المنهج الفلسفة أما فيما يتعلق الأمور من زاوية منهج البحث التاريخي فهو حكراً على المؤرخين دون غيرهم وهو ما دفع النقيب إلى حث المؤرخين للالتفات عليه في مناقشة الرسائل والأطاريح الجامعية طبعاً هذا موضوع موجود وتحدثنا تحدث به النقيب بمرارة في جلسة كانت في بيت الحكمة هو تحدث أنه الغالبية العظمى من المؤرخين ما يناقشون أثناء مناقشة رسائل الماجستير وطاريح الدكتوراه ما يناقشون من وجهة نظر ومن باب فلسفة التاريخ والرؤية حول الموضوع الرؤية العامة حول البحث والدراسة والنتائج التي توصل لها الباحث في أحيان كثيرة تجد هناك بحوث لربما رسائل الماجستير وطاريح لا علاقة المقدمة بالخاتمة وهذا موضوع مو صحيح بالتاريخ لكن إذا أنت تقول لي أنا جاي أمشي وفق من هجية البحث التاريخي عليك أن تكون الخاتمة هي إجابة لما طرحتها من تساؤلات وإشكالية أو فرضية في المقدمة بعد ما استعرضتها وشرحتها بالمتن فلذلك يجب أن تكون هناك تكون العملية عملية مترابطة بين أجزاء البحث أو أجزاء الرسالة أو أجزاء لطروحها وهذه المشكلة التي ربما إلى الآن لا يوجد أو لم يجيب عنها المؤرخين أو لم ترتقي أعمال المؤرخين في عالمنا العربي إلى هذا المستوى هذا الموضوع أيضا يتفقوا شخص أو مؤرخ اسمه عبد العزيز الأمراني الذي طبعا يتحدث عن المتخصين بالكتابة التاريخية في عالمنا العربي بالقول يمارس المؤرخ العربي لكتابة التاريخ وفقا للنمط التقليدي القائم على السرد الوقاع وجمعها في مصنفات ومجلدات تظل في الغالب حبيسة الرفوف ونادرا ما تقرأ إن الكتابة التاريخية العربية ما تزال حبيسة الرؤية التقليدية للتاريخ موضوعا ومنهجا لقد آن الأوان ليخرج المؤرخون العرب من أبراجهم العاجية ويطلون على مشكلات الحاضر كمنطق للبحث والتفكير في الماضي بغية المساهمة في إيجاد حلول لمشكلات الواقع العربي ويضيف إنها دعوة صريحة إلى المهتمين بالكتابة التاريخية في الوطن العربي لتجاوز التاريخ السردي والعمل على تأسيس تاريخ نقدي إشكالي يبحث في المشكلات الراهنة للمجتمع اعتماداً على مقاربة علمية ونقدية لا ترى في دراسة الماضي هدفاً لذاته بل مدخلاً لفهم الحاضر وليعادة بناء علاقة جديدة مع الزمن التاريخي أما النوع الآخر في الفلسفة فهي الفلسفة التاملية للتاريخ التي طبعاً تهتم بالنتائج التي توصلها المؤرخون كأساس لبناء صروح علمية وفكرية جديدة فهي ربما من واجبات الفيلسوف وأيضاً أنا أستشهد هنا بهذا السلايد لفقرة الفيلسوف غوستوف لابون اللي تحدث بها عن أنه تتألّف فلسفة كل علم المبادئة العامة فلذلك قد يكون فلسفة التاريخ هي تمثل المبادئ العامة للتاريخ وهذا الجانب اللي استفزنا واللي دفعنا باتجاه مناقشة هذا الموضوع وطرحها لأنه مثل ما قلت لكم كانت أنا صدمة بالنسبة لي لما نجوني قسم الفلسفة وطبعاً بحضور السيدة العميد ومجموعة كبيرة يحاولون أنه أو لقيت حتى مدرسيها أعتقد زملائي اللي موجودين بالقسم قبل سنتين أو ثلاثة أو أربعة قيم فلسفة ومدرسين فلسفة التاريخ على الرغم من أنه وجهة نظري الشخصية تقول أنه فلسفة التاريخ وفقاً للمؤرخين ولي دراساتهم ولي عملهم بعيدة كل البعد عن عمل الفلسفة ووجهات نظرهم وآراءهم ووجهات نظرهم عن الموضوع فلذلك يمكن أنني أكتفي بهذا القدر قد يكون يعني حتى ما دخلت بالموضوع لكن أكتفي بهذا القدر وأتمنى أنه تكون همالك تساؤلات من الأخوة الزملاء علىها يعني تفيدنا وتساعدنا في أنه نتباحث بهذا الموضوع بشكل خل نسميه حوار خاص بين ذوي مهنة وهذا النقد اللي ربما يشعر بعض الزملاء اللي يشعر بأنه وجهته أو سهام النقد اللي وجهتها لكل الزملاء المؤرخين في العالم العربي قد يكون أنا واحد منهم أنا جزء منهم فهو النقد إليه قبل لكل الآخرين أتمنى أنه هذا الموضوع يشبع بحثا من أجل الوصول إلى حدود ثابتا لمنهجية البحث التاريخي حدود المعرفة التاريخية علاقة علم التاريخ كعلم بالواقع الآن العالم اللي نسميه عالم ما بعد الكولينيالية وعالم ما بعد الحداث العالم اللي ربما أصبح ينظر إلى جميع العلوم الإنسانية نظرة اصدراء كيفما التاريخ اللي ربما هو أكثر علوم الإنسانية اتهاما بأنه ما يرتقي إلى مستوى العلم ربما لهنا تفيه أنتظر ما يجول بخاطر زملائي من مداخلات أو ربما آراء أو أفكار عن الموضوع شكرا جزيلا إذا موجودة دكتورة سامر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا الطرح المتميز طبعا شكرا جزيلا لدكتور ماهر على طرحه بس كل ما ذكره دكتور علاء الحقيقة كنا نعيشه نفسح باب الحوار طبعا أسفا قبل قليل شوية طلعتنا لأنني أتصل مع سيد العميد وأيضا هو أتصل بدكتور علاء أتصل علي معلأسف مجرح بصراحة سأتصل قال قلت لعده محاضر قلت لأني أتصل بي قال لأنني أريد شكرا على جهود وهم عد شغلوية حضرتك على كل الله يبارك بيوت دكتور نفسح باب النقاش ويا ريت مثل ما قال دكتور علاء اللي عنده أي سؤال خلي سر نقاش حلقة نقاق الشياء بما أنه أصحاب مهنة فنبت نسمع رأب إخوان يعني منو يبدل النقاش طبعا دكتور رأي مشكلة أنه الفلسفة يكون من التاريخ هم طرحوها هالسنة طيب واني أم رحضر وإعني دكتور جلال واجهنا الموضوع و أعتقد هم ومدرسيها سنتيون بقسمنا فلذلك هم كلش متحمسين أنه يأخذون الماد استشهدت لهم بآداء بغداد قلت لهم أوكي دكتور فريدة أنت من تصل بأي قسم التاريخ بآداء بغداد إذا يوم مواحد مدرس فلسوف فلسفة التاريخ ممرخ أنا هسا أنطيهم إياه وصال حوار كان بقيتها دكتور أكرم ودكتور أحمد أمين مجلس وكان دكتور رحيم يعني كانوا ثلاث فلاسفة بصراحة حاضين حد ما دكتور فريدة قالت نجل لجلسة أخرى وكل يجيب بفوعة والحمد الله الموضوع بعد ما طرح بحوارات جانبية مع دكتور فريدة ومع دكتور رحيم قدرت أنه الموضوع فقد يكون أني متأك رحي عاد على حضرتك آسف هم أن دخلت الموضوع لا بالعكس دكتور أنت حضرتك صاحف يعني أنت الأصل دكتور دكتور هو انطرح الموضوع مو منطرح وقال وحيش قلت لأ آي ما ما ترهم قلت إذا مو مؤرّخ ندرس في التاريخ ما ترهم قلت إحنا كنا بالتربية دكتور عبدالأمير دكسن هو درسني قلت لأ ينظل من وجهة نظر تاريخية بس أنتو تأخذون الأمور كلها فلسفية إنت ما تعرف إحنا آراءنا كمؤرّخين تختلف عن آراءكم مليون المئة راد حتش قلت لأ هذا حتش يكما مقنع قلت إذا درستو إنت فهي غلطة ترى مو صحيح تدرسون فلسفة التاريخ جين هذه خاصة بالمؤرّخين لأن نظراتهم وابعهم قالوا لا لا إحنا نطي ماكو مشكلة نطي بس المبادئ الأساسية قلت لأ إحنا ما رح نستفاد من عندك إذا تطي المبادئ الأساسية ما رح نستفاد من عندك أساس فتعلمهم تكتير فلسفي تعلمهم منطق الفلسفة تعلمهم هاي القضايا أو ربما يرحونها من جانب العفو قاطعة تكتورة تاريخ الفلسفة وإحنا هما جاي ندرس الطالب تاريخ الفلسفة إحنا نريد المؤرّخ كيف يفكر بالتاريخ كيف يفسر التاريخ فلذلك هذا موضوع مهم أنا معه أنه في كل مرحلة دراسية يكون عندنا مادة خاصة هي أما فلسفة التاريخ أو ربما منهج البحث التاريخ أو حتى يكون موضوع كل شيء مهم يعني استجد حاليا والآن يعني موجودة بي دراسات كبيرة حتى بالعالم العربي موضوع مدارس الكتابة التاريخية الآن منهجية البحث التاريخي هي معادة المنهجية التي وصلتنا بالأربعينيات وبالخمسينيات هذه المنهجية الموحدة والمتفق عليها وظالين إحنا بس بمشكلة أنظر له ينظر والمصدر نفسه والمصدر السابق وغيرها الآن القضية صارت أكو مدارس بالكتابة التاريخية وانا تذكرون من عقدنا الندوة المشتركة استعرضتها اللي هي المدرسة الوضعانية مدرسة رانكا ومدرسة التاريخ المنهجي مدرسة الحوليات الفرنسية مدرسة التاريخ العكسي ومجموعة من المدارس اللي لازم طالبنا يدرسها حتى يعرف هو جديد يسوي وهو وين هاي النقاط اللي بصراحة يعني نحتاج لنوضوع صحيح الله دكتور السلام عليكم السلام عليكم أهلا دكتور علي أهلا دكتور علي شرفتك شنصح أهلا دكتور يعني نعقب له أساسمه أكبر أسماء أهلا دكتور أهلا دكتور طبعا هو الموضوع واسع جدا وجميل جدا والجملاء ماهر وعلا يعني غطوا الموضوع بشكل جيد وفتحة وعراء جدا جديدة هي وبعضين هذا الصراع ما بين الفلسفة والتاريخ أولا الفلسفة هي ذلك العلم الذي يبحث عن تاريخيا المنهج الفلسفين لتفتك الفلسفة تبحث وتحددنا منهج المنهج شيء والفلسفة شيء المؤرخ هو ذلك الذي إلى منهج تاريخي معين في إيجاد مخارج التاريخ التي يدرسها وبالتالي الفلسفة شيء والمؤرخ شيء هذه القضاعة هي تداخل كثيرا جدا وبالتأكيد يعني لها أما في الوطن العربي يعني أحنا الشخصية العربية تختلف عن الشخصية الأخرى لأن تاريخ الأوربي مثلا درس بطريقة مجردة نحن المؤرخون العرب نحتاجنا أولا أن ندرس نفسنا قبل أن ندرس التاريخ لأننا كلنا كل المؤرخين العربين ينتقلون إلى التاريخ استمادا على الهوى والقناعات المسبقة والانتماءات وبالتالي إطلاقا أبدا لا يمكن أن نفهم التاريخ العربي بوجود هكذا شخصيات تاجتها لذلك الآن يجب أن نبحث عن مادة لتنقية المؤرخ العربي قبل أن نبحث في التاريخ العربي لأنه لا يمكن أبدا أن تجد هناك مؤرخ عربي مجردا ولذلك تلاحظوش في التاريخ الإسلام الذي يدرس في سوريا يختلف عن عراق ويختلف عن مصر والسعودية يختلف عن المغرب والمغرب عن تونس وغيره أنا درست في أكثر من بلد عربي حق تونس والمغرب وفي ليبيا أيضا وأيضا في البدان حقيقة شبت مناهج النظرة للتاريخ تختلف اختلافا جذريا ما بين واجهة وأخرى حتى ضمن البلد الواحد يعني صحنا التاريخ اللي درستنا بزمن البعثيين يختلف عن التاريخ اللي درستنا بزمن عبد الكلم قاسي يختلف عن تاريخ وبالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا بس عندي نقطة أخيرة أحب أضيفها وأترك الحديث لكم أنا مرد طيب يعني لأنه أنا ردت محاضرة فقط أنه أشوف الكل تركز على المنطق المنطق أيها الأخوة خداع في التاريخ أي مؤرخ يستنع على المنطق هذا يعني إنه مؤرخ شل لأن المنطق خداع التاريخ لا يسترد على المنطق إطلاقا لأن واحد يجي يقول لك لدي أمامي أحداث وبعد ذلك أركبها بتركيبة منطقية هذا هذا هراء لأنه على حسب المنطق لا أحد يقتل أبو لا أحد يقتل أخو لا أحد يضاجع كذا أشياء كثيرة لا تحصل بينما هي في الواقع قد تحصل يعني حتى من أيام ديموكريتس يعني أيضا درسوها وطلعت نقطة جميلة جدا من أيام اليونان أنه المنطق لا ينفع للتاريخ يعني قال أنه أحد الحكماء لما أحد الأشخاص أن يصير محامي قال بس بشرط أول قضية تفوز بها أنا أخذ فلوسها فهذا المحامي تخرج رفض أن ينطي فلوس التدريس فرفعوها للمحكمة فالمحكمة هنا لو قررت إن الحق مع التلميذ الأستاذ ما رح يأخذ الشي وإذا قالت لا الحق مع الأستاذ أيضا الأستاذ ما يأخذ الشي لأنه يقول له أنه أول قضية أنت تربح أن أخذها فبالحالتين المؤستاذ لن يأخذ شي إذا فاز التلميذ ربح بالقضية أو خسر أن يأخذ الشي فهذا هو المنطق يسمى المنطق خداع في التاريخ وحاجة طبعا طويلة ما يدخل لأنه تحتاج وقد ترك المجال الآخر شكرا جزيلا تحياتي شكرا دكتور شكرا دكتور علي بعد من الأخوان أكو أحد يرطي سؤال أكو سؤال من دكتور عامر على الشات حول موضوع أنه يعني المغاربة هم سبقة والعفو يمكن دكتور هامتي تتحدث بس أنا شفتا على الشات ويعني دكتور عامر أعتقد هو من تشهد كضيف عزيز علي إن شاء الله العفو هذا يعني هو يسأل حول موضوع المغاربة وهي نقطة أيضا تستحق يعني جديرة بالاهتمام حول موضوع من يرى بأنه المغاربة سابقين المشرق العربي بخطوة في عملية كتابة التاريخ ودراسة التاريخ وطبعا يمكنني أتفق مع وجهة النظر هذا وتقريبا عللتها وجهة النظر هاي اللي هي أنه المغاربة الكتابات يعني أو ربما التاريخ هو علم جذوره الأساسية في فرنسا وفي ألمانيا اللي يميز المغاربة هو معرفتهم باللغة الفرنسية واللي أنطاهم دفع أكبر وأكثر هو أنه جيل كامل من الباحثين الفرنسيين بالقرن التاسع عشر اللي هما أتباع المدرسة الوضعانية اللي هي أول مدرسة فرنسية بالتاريخ اللي هي ظهرت بعد الاهتمام الكبير بأرشيف الفرنسي واللي هي نتيجة مزاوجة بين الأرشيف الفرنسي وبين كتابات وعمل المؤرخين اللي وضعت طبعا الدولة دعمة المؤرخين ووضعت الأرشيف الفرنسي تحت تصرفهم المؤرخين الفرنسي في تلك المرحلة أنه هذا الجيل كل دفعه قادة هذا الجيل من المؤرخين لتعلموا اللغة الأومانية ونقل كل الحوارات اللي دارت في أومانيا حول موضوع التاريخ والكتابة التاريخية فلذلك اللغة الفرنسية ربما من يعرفها يستطيع أنه يلخص أو يفهم طبيعة المدارس التاريخية والحوارات اللي كانت قائمة ذاك بين الفلاسفة الأومان بين الفلاسفة والمؤرخين في أومانيا في النصف الأول من عنده وفي النصف الثاني من عنده المؤرخين الوضعانيين وعلماء الاجتماع اللي ظهروا ظهر علم الاجتماع في تكمل علم جديد لكن علم حاول أن يبتلع التاريخ وبدا يتهم التاريخ ما عنده ربما ما يرتقي إلى مستوى العلمية لأنه ما يكتب التاريخ وأنا اتحدثت محابرة السابقة حول موضوع اللي يسمون العلماء العلماء الاجتماع المقدسات الثلاث للتاريخ اللي هو تاريخ يعني تناول الشخصيات كأفراد لهم دورهم وفاعليتهم بالتاريخ والتاريخ السياسي والتسلسل الكرونولوجي تسلسل المنطق للتاريخ هاي سموها المعبودات الثلاث مع المدرسة الحوليات الفرنسية ظهر جيل جديد وكبير جدا هو اللي هو جيل كان ترك هاي المعبودات الثلاث وبدأ يتجه باتجاه كتابة التاريخ الطويل يعني مثلا واحد يريد يكتب تاريخ اقتصادي لمنطقة معينة في أوروبا لمدة أربع قرون هذا يسمونه التاريخ الطويل اللي هو يسمونه التاريخ البروديلي اللي أبرز رائد به فرناند بروديل الفرنسي هذولا بدأوا والتاريخ طبعا بدأوا يتجهون باتجاه التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي ذولا بدأوا يركزون على جانب آخر من منهجية البحث التاريخي وهي الاشكالية والقدرة على التحليل وطرح الأسئلة من أجل استنباط الحقائق والوصول إلى الحقائق وعدم الاقتصار على ما موجود في المصادر من يعني شون نقول هاي اللي نسميها القراءات الثلاث قراءة الصطور وما بين الصطور وما بعد الصطور محاولة هذا الجيل هي الوصول إلى ما بعد الصطور واستقراء عملية استقراء واستنباط حقائق التاريخ طبعا بعيدا عن المنطق اللي يحذر من عند دكتور علي مشكورا لأن نحن فعلا حقائق التاريخ عليك أن من تدرسها ما تخضعها للمنطق ولا تخضعها لأحكامك الأخلاقية الشخصية لا القضية قضية من أن نقول الذات الذات هنا الذهنية اللي تشتغل والقدرة على التحليل والتعامل مع المصدر العفو آسف إذا كنت أطلت فضل آسف جدا لا بالعكس دكتور كانت عكس دكتور 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 سمر تفضلي دكتور سمر ما أعرف أحد ما عندك دكتور ما دكتور هيام عندها السلام عليكم دكتور وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي دكتور هيام عيني دكتور دكتور فيما يخص منهج البحث التاريخ عيني دكتور تسمعني واضح جدا عيني دكتور عيني دكتور قلت لك أنا هسا دعا درس المرحب حالة ثانية هاي صار سنتي أنني ما أخذتهم وادة منهج البحث التاريخي القضية اللي دا ألاحظ حضرتك تحدثت عن المدارس المنهجية وأنه كذا مدرسة وإحنا شون مرتبطين المنهجية ووحدة اللي دنعلمها للطلاب وركزين عليها إذا تجي هسا لشي العمل اللي موجود الطالب لازم تعوده حاليا شون يكتب منهج البحث وشون يكتب البحث أو طريقة صياغة البحث الطالب لحد الآن بالمرحلة الثانية طبعا من التخبط اللي صار قبل سنتين أنه رجعوا مادة منهج البحث التاريخي بالمرحلة الأولى وهاية كانت الطامة الكبرى اللي بقسم التاريخ والحمد لله جاوزوها خلال سنة وحدة وجاوزوها لأن الطالب بالمرحلة الأولى هو أصلا مدى يعرف شنو الكتاب اللي دي يستخدمه مدى يعرف شنو المادة التاريخية اللي موجودة عنه فمن نطع منهج البحث التاريخي بالمرحلة الأولى شبه دمره نرجع المنهج التاريخي بالمرحلة الثانية من دياخل الطالب أول قضية راح يشوفها أنه شنو المنهج المصدر وشنو المرجع اللي دي يستخدمه راح يلدي يدرس مادة تاريخ الحديث ويدرت مادة تاريخ الإسلامي. فلازم يميز بين هذه المادة أو المفردات الخاصة بها والكتب اللي يعتمدها والكتب اللي يعتمدها الخاصة بالتاريخ الحديث مثلاً واللي خاصة بالتاريخ الحديث. فاللي أريد أقول أنه الطالب في هذه المرحلة الخاصة بالمرحلة الثانية. ما نقدر نعلم شنو المدارس اللي موجودة وشنو الطرق الخاصة بالكتابة هو يادوب من نتعلم على المنهجية وحدة. صح أنه هي غلط لازم يتعلمها يتعلم حتى لو طريقة واحدة بس يعرفوا شون يكتب البحث التاريخي هذه نقطة النقطة الثانية أن الطالب يحتاج في هذه المرحلة لازم 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 يكون إلا أستاذ أستاذ يتمث أول المهنية وثانية لازم بالأمانة العلمية لأن الطالب بدراسة المنهج إن شاء الله لأن تتعرفون أن المادة تتغير في كم سنة لازم يبدو ياهم قلت لكم من الألف في علمه شنو هذا الكتاب وشون يستخدمه المنهجية شون ينزلها المصدر الشون ينزل ما حاليا الشون يكتب مصدر نفسه وكذا ويبتعد عنه بس يا دوب إنو علمه شنو الكتاب وشون يلزمه وشون يستخدمه هذا فيما يخص قضية الطالب القضية الثانية دكتور أنه لازم البحوث اللي إذا نكتبها إحنا كتدريسين أو يكتب الباحث بشكل عام لازم يتمتع صحيح أنه لازم تكون فد لمس صير بفد تغير لازم ما يبقى بس مجرس سرد وتدوين للأحداث صحيح من القضايا اللي عانيت بيها واني شفتها مثلا بشكل عملي أنه من تجي مثلا تكتب تاريخ إسلامي واحنا هذه المشكلة أيضا تصدير عدم كتب من دكتور بيها وإسلامي دكتور أيام ولا أشفاء قاطعك بس دكتور علاي أنا انت ودكتور مار راح ترفلكم التطقيدون الورشة لأنصار عندي شغلة كل شي ضريرة فاسمحوا لي أطلع من الورشة وشكرا جهودكم اللي بدلتوها وشكرا آراءكم كلها شكرا 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 وخصوصا دكتور مار دكتور على هذا الورشة القيمة واللي تخص موضوعنا واللي صدوق يجب ان تعالج معالجة موضوعية شكرا دكتور على مرة لخ ممنوني واعتدر مرة لخ لخ لدي احناقلة ضرورية جدا تسمحوا لي ماكو مشكلة ماكو مشكلة تسمحوا شبهي قتيلة مع السلامة انا دكتور اهيام بس العفو دكتورة هيام بس لا عيني دكتورة لا أنا هم ممنونة ممنونة مع السلامة مع السلامة دكتورة هيام بس العفو يعني احنا مو على موضوع فلسفة التاريخ والفلسفة والمهرخ احنا شن الغاية من هاي الورشة يعني الريد يعني ناصل فالنتيجة نهائية انه عالينا احنا خاصة كأسات الدوائد مع الطالب عفو دكتور مو أكبر نقاط احنا من خلال هاي الورشة الريد نوظف الفلسفة للتاريخ هذا كل ما مقصود يعني هذا الريد يعني نستفاد منه خاصة للطالبة انه الريد نوظف الفلسفة للتاريخ لانه لو لا الفلسفة لما كان هناك تاريخ بشكل واضح فلسفي دقيق العلة والمعلول وغيرها من هذي الامور فهذا اللي احنا ريد ناصل يعني فبعض حتى اطلعت على بعض البحوث للأساتذة خاصة من كلية التربية بنات لجامعة الانباب الطلبة يعانون من فلسفة التاريخ السبب انه بعض الأساتذة يغوصون في الفلسفة ويعوفون الغاية اللي هي فلسفة التاريخ يعني النظريات وغيرها من هاي الامور دكتور هي حتى المفردات حتى المفردات منت تجي تشوف هل المفردات دائما تكون جافة فتشوف الطالب يبتعد أو يتجبجب من مادة الفلسفة يعني مجرد تعداد وكذا فماذا يوصف الأستاذ بطريقة هو هذا اللي ريد نوصله هو هذا احنا ريد نضي أهمية لفلسفة التاريخ لأنه لو لا فلسفة التاريخ لما كان هناك تاريخ واضح المعالم ونوصل النتائج ونستفاد من عنده للمستقبل أيضا نعم دكتور تعافش دكتور ماهر يعني واني أولبك وياك ويا دكتور علاء ويا دكتور أسامر قضية انه لازم يدفعون على الفلسفة ولازم تبقى بقسم التاريخ لأنني من الناس اللي شفتهم وشنت موجودة وياهم بالمرحلة الثانية وشفتهم الشون دمروا والتاريخ بالمفردات اللي انطوها مجرد مفردات عامة وبعيدة كل البعد عن التاريخ دكتور أسس فلسفة دكتور أسس فلسفة وتاريخ الفلسفة يدرسون حقيقة يعني هذا الموضوع يعني بصراحة يعني تعقيبا على كلام حضرتك يمكن أكفت نقطة كلش مهمة إذا احنا ننظر في أحيان معينة المؤرخين من الريد النافس الفلاسفة في موضوع نشأة العلوم وتطورها نقول واحدة من صفات العلوم هي التراكمية فالتراكمية تعني أنه التاريخ هو اللي حفظ للعلوم يعني نظرياتها من خلال ما يدون عنها من نظريات وتفاصيل فلذلك احنا نقطة وصلنا لها يعني ضروري أتمنى أن ندخلها كماد كجانب عملي يعني كمنهج يعني ندرس هو تاريخ علم التاريخ يعني الآن احنا عدنا في هذا موضوع مهم وكبير جدا يعني حقيقة مثل ما تحدث لكم قبل شوية يعني وجود الدارس في الكتابة تاريخية هل احنا كعلم التاريخ ما يستحق أنه أبو الفلسفة يدرس أسس الفلسفة وأبو العلم النفس يدرس نظريات علم النفس وكذا احنا الموضوع ما يستحق أنه ندخل مادة يعني 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 ما عرفاني هاي المنهجية وهذا عدم المرونة والتصلب أمام أي شيء جديد أمام أي تغيير شنو الضير أنه ندرس مادة الآن احنا بأقسام التاريخ خصوصا في كليات الأداب لأن احنا احيانا من يمكن دكتور فردوس بعيدين عن جماعة الاجوكيشن اللي هم يعني مجرد يتخرجون مدرسين أو معلمين احنا على أساس أهل الاختصاص ودول الاختصاص فلذلك كبيرة على اختصاص مثل هذا الاختصاص أن يدرس تاريخه تاريخ نشأة أو نشأة وتطور علم التاريخ أو تاريخ بالتاريخ هذا موضوع مهم جدا نحن نحن نظر الاعتماد كل سنة لازم نحن ندرب مادة نظرية سواء كان بدراسة الولية أو العليا حتى مؤرخ ويعرف أساس وأبعاد وأولويات وأهمية وجوده كعلم قائم بأن العلوم الأخرى المجاورة والآن أيضا كل شموهن دكتورة الثرتي من خلال موضوع منهج البحث التاريخي الآن لا نظلم طلابنا من ندرسهم حتى الآن هذا موضوع الهوامش وانظر وينظر والمصدر السابق والمصدر نفسه وطريقة التهميش والآن تروح كل المجلات العلمية المحكمة بدأت تتجه باتجاه الـ المدرسة العلوم التربية والنفسية الأمريكية التي الآن يمكن بكبسة زر أنت تقدر تضيف مصدر وهامش بأي مكان كل البعد عن طريقة كتابتنا كمؤرخين والمنهجية التي ورثناها وربما البعض الذي يجهل موضوع الـ يعتقد بأنه يختلف عن تهميش التاريخ أو ما يحقق كل منهجية البحث التاريخية لأ طريقة التهميش على الـ كل ما يحق مؤرخ من أدلة وأسانية من المصادر التي اعتمد عليها في بحث من مصادر ووثائق تشوف أنت قائمة طويلة عريضة حتى إذا تنقل من بحث منشور على اليوتيوب هم أن ينطيك طريقة للتهميش يقول لك نطينا الرابط نطينا كل التفاصيل المجلات واللي الآن كل المجلات العالمية تتجه بما فيها المجلات العربية باتجاه طريقة وضع الهام مش على ال ABA هذا طالبنا اللي إلى الآن طريقة قديمة انظر وينظر والمصدر السابق والمصدر نفسه وين يكون الطابع وين تكون الكذا وين تكون الكذا وين تكون قضايا خضايا شكرا أخير لأنه يكون وقت كبير في العبارة تقريبا بعد إذا سمين أو شيء أنا حاضر لكن أنا آسف إذا قد يكون أطيل على زملائنا لكن الموضوع حقيقي يعني يستحق وقفه شكرا دكتور شكرا دكتور بارك الله بيك ما أدري بعد أكو أحد أكو سؤال أنا نزلت الرابط رابط التسجيل موجود بالشات يعني ممكن يقدرون أنه سجلون أسمعكم فأكو أحد بعد عنده سؤال السلام عليكم دكتور وعليكم سلام هنا دكتور هنا طبعا بالبداية مشكورين وما شاء الله عليكم قضيت الموضوع بطريقة مبسطة وسهلة وواضحة ووافية لكن عندي مراحلة إذا سمحتم إلي أنت ودكتور علاء كل اللي يتكلم بالورشة ذكر مفردتين المؤرخ والباحث واثنيناتهم مربطوهم بفلسفة التاريخ صوتي واضح دكتور؟ واضح جدا جدا والمؤرخ والباحث ربطوهم يا أساتذتنا العزاء بمن بفلسفة التاريخ في حين أنه كل من الباحث والمؤرخ يعمل في جانب معين وأكو فرق شاصع ما بين المؤرخ والباحث صح الاثنين يتخذ نفس اسلوب الباحث والتدوين إلا أن هناك اختلاف كبير بينهم المؤرخ يهتم فقط في دراسة الجانب التاريخي وكل الأحداث التاريخية بينما الباحث هو اللي يهتم بدراسة مجال علمي معين ويحاول عمل دراسة جديدة أو يأكد نظرية أو ينفي أخرى بينما المؤرخ لا ما يأتينا بعلم جديد لكن يقوم بيقدم أحداث تاريخية ويقدمها بتدوينها بأسلوبه ولهذا اللي يرتبط بفقان من وجهة نظري ما عرفوا توافقون الرأي أو لا اللي يرتبط بفلسفة التاريخ مو اثنينهم لا اللي يرتبط بفلسفة التاريخ هو الباحث وليس المؤرخ لكن ما أروع أن يكون الباحث مؤرخ وأن يحاول المؤرخ أن يكون باحث لو وصلنا لهالمستوى هذا من العمل لكان الكتابات التاريخية اللي اتكلمت عنها يا أستاذ على قبل قليل وذكرت معاناتك في مسألة التحليل وقلتها على الساحة من حيث الكتابة والطرح لكان اتجاوزناها من الزمان هاي مسألة ثم إحنا من متين نريد التحليل لشو كنت يكون عندنا تحليل في كتاباتنا للبحوث أو للدراسات إذا ما يقوم الباحث المؤرخ تحديدا الباحث المؤرخ إذا ما يقوم بفهم العمل واستيعابه ويدونه بطريقة علمية تابع المنهج معين لا تتوقع أن ينتجنا تحليل هو أقرب للواقع نهيك على أنه إذا فقط قدرت على الصبر أثناء البحث أو جمع معلوماتها من أماكن هي موسقة كيف ننتظر من عنده هذا راح يقدم لنا تحليل منطقي يقبل العقل وتتقبل الجوارح ما ممكن ولهذا أريد أن أميز وأقول لي ما عرف توافقون الرأي أو لا أنه الباحث هو من إلى علاقة بفلسفة التاريخ الباحث المؤرخ وليس المؤرخ نعم دكتورة بارك الله شكرا شكرا دكتورة ختمتها يعني الكلام حلو شكرا المؤرخ والفيلسوف وربما عالم الاجتماع ربما عالم الكيمياء هو بالنتيجة هم كلهم باحثين فصفة الباحث تنطبق على الكل لكن ترتقي مع شخص ربما وتنزل وتحط من قيمتهم على شخص آخر مثل ما اسلفتي حول موضوع أنه في أحيان المؤرخ من ما يكون صبور على مادته أو صبور على الموضوع اللي يحاول يطرحه ويتناقش به فهنا أنا يجوز ربما رح يفقد صفة الباحث الباحث الحقيقي اللي يرتقي مع الباحث إلى صفة أخرى مجرد شخص يريد يسطر ما موجود بالمصادر ويبوبه بطريقة أخرى ويرسل إنه للموضوع العفوة أنا آسف دكتورة أحسنت أحسنت يعني تعرفوا نعم 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 طبعا هو الموضوع 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 واسع أو يعني ما يتحدد بوقت محدد لأنه ما دام دخلنا بالفلسفة فالموضوع أكثر من هذا الوقت فما أعرف يعني نختم دكتور علاء يعني ما عندي شيء إن كانت تدير الجلسة بس دكتورة هيام كاتبا دقائق ما أعرف تطوها لأمواني عام العامري ما أقدر أقول له لا فبعد ينكم أنت السيد رئيس الجلسة يلا عندي دكتورة هيام تفضلي لا ما عندي شيء دكتور ما عندي شيء بس دا أقول لك هذا الموضوع ممالدقة يعني يا رئيس الجلسة بس بالقسم إنه واحد منه والله نبدين يحكي بي أتمنى يعني أتمنى يعني هو ردنا نلفت انتباه لأخوة والزملاء لهذا الموضوع لأنه حقيقة يعني حتى على الأقل تحكي بفن مليان من تقول أنا مورخ تعرف حدود معرفتك وحدود عملك وطبيعة عملك وكل أبعاده وشقد تقدر تضيف لو تطوره حتى لا نبقى مستهلكين للعلوم مثل ما ينظرنا من العالم كله حتى يمكن وأسف حتى زملائنا يمكن بالعلوم الإنساني العلوم الطبيعية اللي الآن يعيبون علينا والعلوم الإنسانية يمكن الآن إذا نصف نحن نشوف هذا فيروس كورونا اللي اشتاح العالم كله نحكي عن الروس عندهم علاج والفرنسيين عندهم علاج والأومان والإنجليز وغيرهم لكن انطيني دولة عربية الآن مصدية ومسوية في الدراسات وعندها علاج وعندها كذا فولك نريد نطع من دائرة استهلاك العلوم إلى دائرة إنتاج العلوم أو المساهمة البسيطة في إنتاج العلوم آسف مرة أخرى لأنه يعني قد يكون صلاة نعم 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 دكتور علي عندك شيء دكتور علي دكتور علي بالنسبة أننا صارنا تقريبا بالساعة ونصف أنا أعتذر جدا من كل الزملاء للإطالة وأعتذر إذا أكو بعض مواضيع ما اتناولناها لكن هي المحاضرة يعني محدودة بهذا الوقت فجدا أعتذر وإن شاء الله نلتقي على الخير والبركة والصحة والعافية للجميع وبرك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا الدكتور وشكرا لكل أخوة الزملاء وأنا آسف لأن وقتهم قد يكون لكن الموضوع حقيقة أنا أشوف يستحق أن الوقت عندك شكرا وآسف جدا على شكرا لجميع شكرا